خمسة قتلوا إسراغارات استهدفت مقر اللواء 47 تابع لميليشيات موالية لإيران وسط مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا الصواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر يمكن أن تكون موجهة من طائرات مسيرة وفقاً للمرشد السوري لحقوق الإنسان مدينة البوكمال تقع عند مصب لنهر الفراد بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري كانت آخر المعاقل الرئيسية لتنظيم داعش في سوريا وتعد البوابة الاستراتيجية بين إيران والعراق وسوريا عبر بادي الدير الزور حمس وصولاً إلى لبنان ضمن محافظة دير الزور تتواجد أطراف عدة مشاركة في النزاع السوري قوات النظام السوري هناك تلقى دعماً من قوى أجنبية وقوات موالية لإيران بينهم مقاتلون عراقيون ففي غارات استهدفت أيضاً محيط البوكمال في السامن من ديستمبر قتل أيضاً خمسة موالين لإيران وفي شهر سبتمبر قتل ثمانية وعشرون مقاتلاً موالياً لإيران بينهم عشرة عراقيين على الأقل وكان حزب الله نسب في حينه مسؤولية القصص إلى إسرائيل استناداً إلى مصدر أمني سوري وفي يونيو 2018 أسفرت غارات مشابهة عن مقتل خمسة وخمسين مقاتلاً من القوات الموالية للنظام وهم من السوريين والعراقيين اشتركوا في القناة